السلام عليكم أخواتي الغاليات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى خير إن شاء الله يلقاوكم هذا الفيديو وانتما كنتم تعب كامل الصحة والعافية أتمنى تكون قاعد أحوال ديالكم وعائلتكم وناسكم قاعد العزاز عليكم بألف خير وصحة وعافية قاعد لكيتمنى شي حاجة في خاطره إن شاء الله نطلبو الله يحققها له إن شاء الله بسم الله على بركة الله ونبدأوا بالصالة على النبي اللهم صلي على سيدنا محمد بسم الله توكلتوا على الله الفيديو ديال اليوم زوين بزف فيه بزف الاقتراحات الحويج قاعد لك تشيروا من الحانوت أنا غادي إن شاء الله نقربهم لكم وبقوا تصوبوهم بأبسط ثمان وشي حاجة لي هي بدون مواد حفظة ونصوبينها فضل نتمنى تبقوا تصوبو هاد الأفكار هادو لأننا غادي هزو عليكم بزف ديال الحويج كتجيبوهم من الحانوت وفيهم التاريخ خداز التاريخ مداز التاريخ كنتفادوا هاد شي كله من اللي كان ندير واحد شوية بدون قاعد مجود يعني غير شوية هكا نوضون نقول انتو كلوا على الله ونصوبوهم غادي نصوب واحد المسمن في الفران كي يجي من أحسن يعني غا أنتو ما غا تشوفوه في هذا الفيديو هذا شوفو كيفاش كي يجي بحال هادك اللي كي يطبفدوك القريات الكبار ومورق ما فيهش العجينة نهائيا في الداخل وكت تختصروا الوقت شي حاجة لي هي زوينة ومضمونا أنها غادي تنجح معاكم مية في المية الناس اللي ما كيبغوش يديروا ذاك الخبيزات كلها وحدة وحدة را كي يجي بحال المسمن والكبكيك حتى هو من سوحش يعني المالح والحلو في هذا في هذا الفيديو هذا الكبكيك حتى هو من أسهل الوصفات وأنجحها أيضا وشكولات للدهن شكولات للدهن بالنسبة لهذا الشوكولات هذي منها غادي تصوبها غادي تشوفو يعني الماذق بحال يعني حسن من هذوك اللي كي يتبعو ذاك الماركات الغاليين وش حاجة لي هي ساهلة وبسيطة وما كي يحسج شدع شي مجهود اللي هو كبير ومكوينات أغلبيتهم كيكونوا عندنا في الدار ساهلين وموجودين في المجورة يعني غايت قلبوا البلاكارت لقوا هذو المكوينات هذو يبقوا معي يا أخواتات وما تنسونيش من واحد اللايك الله يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله هذو الوصفات أكيد را غادي يعجبوكم وغادي تجربوه من هذو العشية هذي الكاسكروت ديال بدراريك المدرسة وليكم حتى نتوما لأنه هم ساهلين وكل شي عندنا إن شاء الله في الدار قبل بغيت نجوب بزاف ديال أخوات تسولوني على هذو الطاوة هذو من هنخديتهم وكانين البنات اللي في كازا كي يجوبوهم البنات عاوتاني في التعالق بأنهم كانين في شي ما كان هكا عندهم في كازا ولا المهمي لك أنتي أختي فراشي ديارة كانين عند هذك اللي كي بيع لوزيم الحلويات قدم سوق الخميس بالنسبة للثمن ما بغيتش عاقلي يمكن واش 30 درهم الوحدة أولا يعني عنده بزاف ديال الأشكال والأحجام وحتفت تقول هذو أنا اللي أخديت راه يعني ما شيرو كل تقالين كاين واحد مار كا تقيلة ولكن غالين يعني طالعين في التمن ديالهم أنا أخديت هذو زوينين في الطيب ديال الجين وازفة كنت كان أخدم لكم وديالطورتات أتما فاش خديتهم أنا هي بغيت نغسل هاد ماطيشة هادي وبغيت نسول لكم البناتش خبار ماطيشة عندكم واش طالعة واش نزلة الموية هي مرة كتطلع وكتنزل بحل بحل بورصة بحل دوكل أسهم اليوم كاللقاوها في تمن غدا كاللقاوها في تمن كانت واحد النهار لخمسة درهم زوينة وعاو تاني ولات لمية وعشرين أو لمية وثلاثين موية مرة كتطلع وكتنزل ما بقي ما طحناش على ديك ماطيشة اللي كنا كان أخذه بثلاثة درهم كانت واحد الوقت كان صوبو ذاك كان صبر والقراعي وكيبقوا عندي مدة عام ديال البيتزا ديال الحريرة طبع يالله كانت كافا ومعاه يوالله ينزل الرحمة ان شاء الله والأتمينة كلها في المتناول هنا اخذت واحد زلافة ديال غدينا اخذ واحد زلافة ديال الفورس دقيق ديال الفورس ولا ديروا ذاك الفورس لحرش مهمة حيث بغيت نديروا مثل ما ندرت هذا الفورس وهنا زلافة ديال ما عمراش مزيان ديال الدقيق اولا ذاك القمح الكامل مغربة لحيت لي النخالة سافي غدي نعجنو في العجنان كتير عندي شغل هكذا ما مغاديش نبقى ندركها ولا ممكن ندركها بيديكم هنا العجنة غا تكون شوية مطلوقة ما تكونش بحال ديال المسمن تكون شوية مرخوفة وشوية الخميرة ضروري لانا غنطيبوه في نفس الوقت ما غاديش نخليوها زعمها واحد المودة اللي هي طويلة والمليحة دائما وبالنسبة للعجنة اخوتاتي را كتنفع من ليكون شي شغل بحالها كانت وما كتدروا شي حاجة وهي كتعجن اما باش نبقوا واقفين عليها وهي كتعجن يعني ما عندها احتمعنا بالنسبة لليانة ك هم قول الله مو اندركها بيديها يو هات شليكين هنا يردلكاتها بسرعة وكيماش تورها مطلوقة زيتها شوية لما باش تجيني ذلك العجنة بحالة شكل هذا دائما اي خبز فيه الحشور كيبغي شوي يكون مطلوق ماش يبحال هذا كل ما فيه هو له كيبغي هو يكون قاسح يو هنا باش تسيطروا على الكوزينة ديالكم اللي قصتوها ولا اللي رونتوها صوبوها هنا دوش شعار ديالنا فيك فيك والله مسبقيها صافي هنا غاديم سحد العجنة هكا ونحيدها ونغطيو العجنة ديالنا شفيا نديرها غير ذلك البلاستيك اللي كندير لهذا صراحة هذا الكيس هدو ما كيتسالو شقاع باكيا فيها يمكن واش 400 او 500 كيس مو يمكن نخلي العجنة ديالي ترتاح وهنا اخذت واحد لقيس ديالخيز وممكن نديره في ديال الحكاكة وكيف ما يمكن نديره في الهاشور ونحاول زع ما نطحنه مزيان باش ما يبقاش لك الطريفات ليهو مغلط نصوبوا هذيك الحشور المعلومة اللي كنصوبوا بيها خبز شحمة هي نفسها مغادش ندير فيه الكفتة ولا شي حاجة بحالة مهم لا داند ولا الفرماج ولا أبغيت ندير هذيك الحشوة طبي البلدية بحالة كالي ما كان شحرها ما ولو وحتى البصلة احتى هي وحد الفلفلات كفلفل الألوان ولا الخضرة ولا الحمراء اللي متواجدة عندكم أنا هاد البصلة هذي وزيت عليها هاد الفلفل ووحدة خضرة وفج ضربتهم مكة كنت ملاهية في الهضرة ورديتهم بحل حل حريرة طحنتهم لها شوار مزيان يعني قطعوا غي شوية يجينا مقرد بحل ذلك الرقيق اللي كنشل وضعه بالموسم زيان بحالة كالي كيكون زوين وهنايا نراها بعض المرات كان نخدمه العقل عودتاني في جهة واخرى أنتم ما شوفوا كيف شواله ولا بحل شكل بحل طحنها بحل رداته بحل بحل سائل البصلة من الأحسن تبقى شوية بينها رقيقة ولكن بينها شوية يمكن شكرا لكم بزافة أخواتي على الفيديو دل بارح والتفاعل ديالكم والتعاليق اللي مازال ما جاوبتهمش لأنه يعني كيكون هكا مزيارة شوية بالوقت وملي كان قلص راكا نجاوب كل شي وخي يكون ومداز عليهم نهار أو لحتي يومين كان جاوب على جميع التعاليق اللي كان جاوب في فيديو هكا لكان شي أخت يعني كتسهول على شي حاجه هكا باش نشاركها معاكم وعاو تاني بالنسبة للأخت اللي سولتني البارح على الفريقو راه يعني لتفرجته راه صورت هذي كفيتكو هكا وهو راه زوين والتمن باش كنت خديته لأنه كبير بزاف كما قد لكم 400 يطر وخديته ب76 الفريال وهذه هما الأسئلة اللي جاوني على الفريقو هنا يا الحيت الشيخ ولا العطرية للحيت الشيخ اللي كان بيع ليكم مسحوقة ومطحونة بزيان را كان جربت فلو والفشل اللي بديتها في المبيعات خليتها احنا كنخلوها هكا بالنسبة لديال الخبز ولكن ديال الطيب حلسكسو والحريرة ودك الطيب قاع كله البلدي كان سحقوها ولكن بزاف الأخوات كانت كانت توصلهم كيقولوا اللي راسفتها لنا حرشا واللي كانت حن ديال اللي بيعو ديالنا كان خليها در تمت حميرا ودرت شوية اللي كان منزلتو وشوية ديال البزارة أما هذيك الح حيت شاخرة فيها تبارك الله ذاك القوام كلو فيها الحبق فيها كل حاجة اللي هي زوينا وهنا نقدر ديك شوية ديال شحمن اللي بغيت ندير جامدة من الفريقو تحت هي الطريقة ديالها تشح ماذا مع المقومة ولا مع الطرة رشا كتا معكم في القناة تحنتها شوية في الهاشور باش ما تجيني شركا نقنتناها فوقها جدوب ما هي في الأصلرة مطحونة وشوية الزيت وشوية الملحة منساهاش الكامون عاد هنا فجزته وغادي الحار ما غاديش نديره حتى نحيد وحدا حيث كان لي ما كايكولش قاعد الحار نهائيا وشوية الملحة كتا حيث ليكش حمام فيهاش بزاف الملحة هنا غادي نصوف ديك الزيت ديال التحميره هو باش غادي نورق المسمن شوفوا خوتاتي هدي ياتحمير اللي كان بيعليكم شوفوا مليكت طح في الزيت راه هنا فس اللون يعني عكري ديال واحد درجة وكتبان في الطيب فاش كدروا في الطيب را كتعطيكم الماداق وكتعطيكم اللون وملي كتزيدو هالزيت كتولي بحال ديك اللي في السوق اللي كزيدو لها هم ملوين شوفوا احنا يراغي في الفلاب وحدا كتكون شابا مليكت كتكون ناشفا وملي كنزيدو هالزيت كتولي في ذاك اللون ما شاء الله كله حمر وعكري وزوي نبزة لاهم انها لديدة صافيان اخذت العجنة ديالي بعد ما خليتها ارتحت واحد شوية وغادي نقسمها على جوجة وهد كل قطعه نقسمها على جوجة باش ندير وحدة وست وحدة شوفوا را العجينة مطلوقها خليوها مطلوقها باش يجيكم الخبز ديالكم رطب ما كي مشي داك الخبز اللي كيكون قاسح مباشرة هنا غادي نبدأ كنورق لانه رطب كما قدلكم ومدلوكم مزيان دلكات والعجنة مزيان مزيان صافي ما يحتاج شاك نخليوها ترتاح مباشرة كملتهم في تقطاعك وبديتك نورق حاولو ترق اخوام زيان را كاتمشي معاكم حتى كتبليكم الرخامة ولا فوق البوتاجي بنفس الطريقة كان اخذ هاد الكورا التانية ديالي عجينة وكان بسطاها كنطلقها كنطلقها وديما هاديك اللي هادي اللي كتكون تان يزعم هادي اللي كان خدم دابا تكون كبيرة على اللولة باش ملين كنقرسه ما تقطعش لينا وطوام دهونا وغادي نحطها كتما بينما نسالي هاد الجوجة هادي نفس الطريقة غدي ندير ها لهادي باش منطول شعليكم الفيديو ونوريكم كيفاش غدي نبسطوها في الطاوة ملي كتكون كتبسطوها صافي في الطاوة تقريبا واحد خمسة دقيق لفران كي يسخنم زيان يعني يديروا الفران حلا بغنا نطيبو الخبز ما تديروهاش فران برد باش ما تجيكم مش مدقصة وتقيلة وما طيباش كتطيبو 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 جيب حالش كلي مسمن يعني هي تكم تقريبا ونحطها بغسلو هاد السيلبات ونقيا هاد الشي كامل تلقاو الفران راس خن وتبدو كتطيبو هان هي كتطلقوه وقدروا شوية تزيد لانه كيعطي اللون كيف ما شفتو وشوفو ما شاء الله راها رقيقة باين من هناك تبان الحشوة والعجينة لها رقيقة كنت ديرها في الطاوة اللي هي مدورة شوية راها اشتارة غا جينة غليظة والطاوة شوية مهم بدائر يا ريارة ما ماشي بحال مربعة وصافي درجوش طاوات وحدا فيها الحار وحدا ما فيها شفية شو فران هنا كما قلت لكم راها سخون غادي نديرها في التحت تقريبا واحد عشر ديال دقيق مش عالة لها الفوق والتحت وحتى الفرفرات تلقاها باش تقدلي لها ذاك الوجه ما يكونش جيها طيبة وجيها لا صافي غادي نخليها واحد لمدة تقريبا واحد عشر ديال دقيق بينما غادي نصاوب اللي كاب كيك وان شاء الله عاوتاني نكمل معاكم الطيب لانه خليت الفيديو كيما على طبيعته فاش كنت ديرها هديك فران صافي جيت نصاوب اللي كاب كيك احتاجت هنا يا ثلاثة ديال بيضات أسهل كاب كيك ماشي كاب كيك بان كيك أسهل بان كيك اقتصادي سهل بززاف كاس قل الاربع ديال الزيت ثلاثة ديال بيضات كاس ديال الحليب ديال الحليب عمره مزيان وديال السكوار حتى هو كاس قل الاربع شوفو وإلا بغيتوا ديروا قشرة ديال الليمونة أنا هنا درت ذاك الروح ديال البودرة ديال الفانيلي مجهدة وانطرب من زيان حتى نتأكد أنه داب ذاك السكوار إلا بغيتوا قعمس كتروا شكال المواعن ودك المغرفة باش كان رمي ودك شي كامل ندروا في الغرف ديال العاصر تحنوا كل شي وخلطوا وديروا فيه دقيقوا بخوت خوب داك الكاس ديال مولينيكس كيكون هالطريقة سهلة وما فيها شكاع كترت المواعن يصافين بعد ما قربتهم زيان بالنسبة للمونة كيها تقدروا اللي بغيتوا حتى بغيتوا تحيدوا كاس الحليب وديروا كاس العاصر ركي يجي حتى هو زوين وحتى هذا اللي حليب نتمنى إن شاء الله تجربوه ودير تجوج ديال الخمارات حمرين وبالنسبة للدقيق حسب الخالط ما يكونش تقيل وما يكونش عاوة تاني خفيف بحل ديال الكريب يكون بين وبين صافي وتخلطوه مزيان ممكن تطربوه بالطراب او لا تديرو كيما قد لكم في الغرفة ديال العاصر والطحنو كل شي يعني هو ما كي مكي وقع ليه والوي لخلطناه بالجهد صافي غدين نخلط حتى نتحصل على القوام اللي كيما قد لكم بين وبين مقاسح منطلوق ده بتشوفوا الخالط صافي غدين خليه يرتاح واحد شوية غير واحدة دقيقة ولو غدين نزل طوشوفوا من شاء الله رات نفخات ورطبا يعني حتى من التحت ديالها ما تنقسوش عليها بززف بزف وما تجهدو لهاش عوتاني حتى التحرق ليكم قبل ما تطيب تكون ديك الحرارة هكاك ديك ميتين درجة حتى الميتين وعشرين ما تفوتوهاش وما تنقسوش عوتان ما تديروش بمية وخمسين را غادي يبس ليكم هنا كنقلب غير جناب كنعرفوهاش طيب ولا لا اشتو رام حمر غادي نطلع وندخل طوال اخرى ها انتو ما شوفوا الوجه ديالها اخصو يتحمر ويطبت نفخات يعني متأكد مياه في المياه ندوك الطبقات اللي ديال الطورق اللي درنا بيناتهم متأكد انهم فروق من الداخل وغادي ندير هاد الطاوحته هي هاديك الزيت ديال تحميره كتعطاه واحد اللون ليه هو زوين بزف وممكن تديرو الزبدة اللي بغيتو انا كندير زيت المدة اللي خدات ديال الطيب تقريبا واحدة عشرين حتى الخمسة وعشرين دقيقة الطاوة واحدة باش طيب يعني هاديك التحتان يفاش حطيتها لتحت وردتها لفوق تقريبا واحدة خمسة وعشرين دقيقة ردي ناخد هاد المقالة هادي حيث بغيتهم البانكيك بغيتهم البانكيكات يكونوا صغير وورا ما يبغيتش نديرتوك الكبار كدهنوها مرة واحدة في اللوي صافي ممكن تديرو مقالة اللي هي حجم عائلي ولا هدي كتير البغرير مهم كي مقالي يكون الختيار في الحجم من بغيت هاد الصغر هادو حيث كي مقاليه اللغض لي كي تديرو منهم بدراري هكا القرية صافي هوا الخالط احنا رغيك نسرع الفيديو وعافية ديال البانكيك عافية مهي للا واحد درجة باش ما يتحرقش وما يتخطفش لان فيه السكر وفيه الحليب وهو خفيف ولا هديك بحلع جناد الكيك ماشي مكي بغيش بزاف ديال عافية هو هو عكس البغرير صافي وكيدوز واحد الوقيت ونحاولو انا هاد الولا هادي هانتو ما شوفوا كلها احنا خليتها حتى دازد في الطياب حتى شوتها وخليت هاد اللقطة هكا معاكم باش شوفوا هنا يرا محمر كتر من اللقياس والبانكيك كي بغي هو وغي واحد اللون دهبي هكا ده بتشوفو في ان شاء الله في المقالة الاخرى هادي عمام اللين طيب وحدين اخرين هادي هي المقالة اللي كانت اسمية ديال هايمكن وما زالها المقالة سبع وجوه ولا هادي غير اسمية حسن منها يعني رما صالحة شمع ممري استعملتها كانت عندي من قبل ما يكون داك الحجر الصحيق عقبها القبل وغير قال سبع المرات كانت هاقا واش عندي فاش كان بغي نصوب البغرير كان صوب ونيت في هاديك الموين الحقيقة داك البغريرات الكبار هما ولكن بعد المرات نستعملو حتى بحل هاد الشي ايه وهادي هو المسمنة ديال هانتو شوفو ما شاء الله راجا وارطبين وهشاش ومحمرين طيبين يعني دي كتسمعو ديك تقرميلة ديك خش خش كتسمعوها في ديك ومكة هي كيكون عندي صوت ديال ولا دي ما كي يصلحش ندير صوت غادي غير نصدعكم مرة تبارك الله فيها واحد صوت واحد قرميشة زوين اشوفو بحالة طيبة في ديك القرية اولا في ديك في ديك المقالة الكبارة اللي كيتباع عند صحاب المسمن وساهلة يعني ما فيهاش بزاف ديال عمروا مسمنة وحدة ولا جوج ودرهم في الفران صافي غادي نرجعو لها المقالة هادي وغادي نحيدو منها واللون هاك كخصو يكون البانكيك صافي غادي نحيدو اخر وحدا صافي الوجه الاخر كدخلوه يتحمر والعافية رهم هي لبززاف ما ما جاهت ليهاش العافية وورا كيطب ما كيقسح ما ولو كيجير طب ويعني دير بحال كيك تماما صافي كتب ذو كتحيدو ملي كيتحصلوه يلبقى شي جدأ شي جنب هكا ولا شي طريف ما محمرش كدرو بحال الطريقة اللي دارت له هادي وكتحطوها صافي غادي نستمر نطيب هاد شي كلو ندوز نصوب معاكم واحد الشوكولات اللي بدها نزوين شوكولات اللي هو الديد واقتصادي دابا تشوفو ان شاء الله مقادر اللي هي ساهلة غادي نحتاجوه هنا يا بالنسبة لهذا الكاس رادي الميتين ميلي لليتر هاداك العنبال الكبير غادي نسكاس ديال سكار غلاسي غادي نخدموه بنفس العبارة يعني إلا خدمتو بكاس خدمو بكاس نسكاس نسكاس متساويين غادي نسكاس ديال بودرة الحليب ونسكاس ديال بودرة الكاكاو وغادي نضير معلقة كبيرة ديال الزفدة وهنايا راه فاش كنت كن ضيف الحليب غادي نضيف الحليب شوفو هو تهوى نسكاس ونسكاس ايضا ديال زيت الزيتون انا فهنايا ما عرفش يحسن باقي مدرسه هاش كنت كن خلطك باش مطرش على يديك الغبرة وحنا كن طحنه وحنا كن زيده ولكن يحسب ليش كن صور والقطرة ما صورت والو طحنة طيبة شوية كايتخلط وقلت زعمة غادي نوكفه كالتالفون باش ميجيكمش الفيديو طويل فهذا اللحظة هذي كن شد واحد يكاس ديال ماشي كاس نص كاس نفس القياسات ديال زيتون وقيت كان نطرب وكانت لقوا بحشك اللي كان ديرول مايونيس وصافيه القيتورة ما كان شو عودت هذا اللقطة هذي زعمة ايبو عدو بلا زيت ساكا باش نقول لكم راه درت فيه الزيت مهم ديروا انتم واحد القياس نتساوي معهم ديال الزيت والزبدة من الأحسن تكون حيوانية بجيكم الديدة تماما ويعني وتكون زوينة صافيها هو الشوكولاترا ما حدكم قطحنوه وكي يختار مزيان صافي غدي نحطوه على جنب حتى نحطوه حتى هو معكم في واحد العلبة انتم وها المسمنت ديالنا كي يجي وتبارك الله شوفو ما شاء الله كون درتها في الفران لاخور ديال القاز الكبير راح تفت الفران القاز غطيب بنفس الطريقة را ندير وحدة كبيرة وغنزها هكا كلها بحل بحل ضربية يعني كبيرة بالزب ولكن قسمتهم هنا حيت وحدة درت فيها الحار والاخرى ما فيهاش نهائيا قاع الحار شوفو التوريق كدير ماشي بحلة بعد المرة كان حلول مسمن وكنت لقوا فيها غلية من الداخل ولا شوفوها مرقيق تبارك الله وساهل ديما الحاجة للفران انا كتجيني ساهله وعمليه يعني كنجمع كل شي ونديره في طاوات حسن من خصوصا هكا اللي كي يكون كي يصوب كيميا كتير بحل كمثلا عشرين مسمنة ولا ثلاثين را كتشد واحد الوقت هكا في المقلاة في الفران لا في الفران كتديرو اللي بغيتو كتديروه ديال القياس كتعمرو الطاوات ولي كبكيك ديالنا هو ما أعطوني واحد القياس اللي هو كبير من دوك ثلاثة ديال البيضات وممكن ديال الطريقة والمقادير ممكن تديرو تضبلو المقادير او لا نقصوهم هنا بقو لي واحد القياس كيف ما شفتو هنا غدين خويها داك الشكولات اقتراحات ليهما كي ما قلت لكم ساهلين وبسط بالنسبة لهذا الشكولات صوبوه لوليداتكم على الاقل حسن من هذك اللي كتجيبوه في القريعات وكلو سكوار وكلو حلو وكلو يعني مزوينش بزاف وصوبو املو املو ديال الكوكا والا ديال اللوز في الطريقة اللي شاركت معاكم في الفيديو ديال البارح وهنتو ما كل مرة صوبوا حاجة ان شاء الله مازال غادي نصوب معاكم الزيتون مازال غادي نصوب معاكم شريحة بالزيت حيرانا ان شاء الله غادي نصوبها في الفيديو اللي جاي مهم بزاف ديال الاقتراحات باش هكا ما تبقاوش تمشي ولدك شي ديال اللي حانو تلي ما كيكونش بنفس الجودة نهائيا ديال شي حاجة مصوبينها بالدينة ومصوبينها في الطار وكاز عارفو شنو دايرين فيها جربوا اخواتي هاد الاقتراحات هادورة ساهلين وبساط وغا توجدو مفعشية ومن اللي يخرجوا صحاب القرية يلقوا هاد الخير ركي يعجبوهم الحال مليكي يشمو الريحة وهوما جايين في واحدة المدرسة كيكون فيهم الجوع وخي يكونوا كعكلة وخة يجي على هذه الشكل وذك شي اللي فيه كله زوين الماداق دياله ماشي حلو بزاف وماشي مر كتتحكمون انتو ما في السكر وكتديروه بهات الشكل هكا هاد اللي كابكيك ما تنسونيش من واحد اللايك اخواتي الغاليات وصلنا لنهاية الفيديو وخليت لكم الراحة الى اللقاء